لن نتخلى عن مطالبنا التي خرجنا إلى الشوارع والميادين من أجلها ومن أجلها استشهد مئات الشباب وجرح عشرات الآلاف هكذا يتحدث متظاهر ثورة تشرين وهم يتوافدون من جديد على ساحات التظاهر في العديد من مدن العراق للتأكيد على مواصلة الحراك الثوري مهما كلفهم ذلك من تضحيات المتظاهرون يرون أن أسباب نزولهم إلى الشارع لم تنتهي بعد بل أضيفت إليها أسباب أخرى تتمثل في بقاء القتلة من عناصر القوات الحكومية والميليشيات آمنين من المحاسبة والعقاب بل ويجلس زعماؤهم ليتباحثوا فيما بينهم لتمرير حكومة جديدة تواصل ما بدأته سابقاتها من فساد واستبداد وقمع ضد الشعب العراقي وعلى الرغم من لجوء المتظاهرين إلى تقليل أعدادهم في الشوارع استجابة لإجراءات مكافحة وباء كورونا إلا أن عمليات إخفاء الناشطين والأطباء والصحفيين الذين شاركوا في ثورة تشرين لا تزال متواصلة بحسب ما ذكرته صحيفة البرغريسف الأمريكية التي تؤكد أن الحقوقيين يعانون صعوبات في جمع الأدلة لمحاسبة الجهات الحكومية والميليشيوية على جرائم القتل والاختطاف التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي فالحقوقيون أنفسهم يصبحون أهدافا لجرائم جديدة تعمل الجهات الأمنية والمخابراتية على إخفاء أثرها حماية لمنظومة الحكم الفاسدة في المحصلة يؤكد ناشط التظاهرات أنهم لم يخرجوا إلى الشوارع من أجل أن ينتهي الحال بتوافق بين الأحزاب الفاسدة على تعيين رئيس جديد للوزراء كان رئيسا لجهاز المخابرات الذي علم ورضي وتواطأ مع من قتلوا العراقيين في الساحات لحساب كهنة معبد السلطة الفاسدة في المنطقة الخضراء ولذلك فهم يؤكدون على أن ثورتهم مستمرة حتى استعادة الوطن من أيدي سارقين شكرا